في السياق ما يشهده العالم من تفش لوباء كورونا وتراجع النمو الاقتصادي يستيقظ سوق النفط على انتكاسة خطيرة وانخفاض حاد بخسارة تخطط حاجز الثلاثين بالمئة مهددة صمود أسواق الخليج الهش في الفترة الحالية والذي لا تتوقف أسهمه عن النزول تأثرا بالمعطيات الحالية هبوط في الأسعار يأتي مباشرة عند افتتاح أسواق البورصة العالمية في سياق تخفض السعودية لأسعارها الرسمية لبيع الخام ووضع خطط لزيادة كبيرة في انتاج النفط الشهر المقبل لتبدأ حرب أسعار أخرى بتوقيت محرج في الوقت الذي يتسبب فيه انتشار فيروس كورونا في تأكل نمو الطلب العالمي حيث تراجعت الأسعار بنحو الثلاثي عقب تحرك السعودية بعد أن رفضت روسيا تنفيذ خفض كبير آخر للإنتاج اقترحته منظمة أوبك لتحقيق استقرار في أسواق الخام التي تضررت بفعل مخاوف من التأثير الاقتصادي للفيروس العالمي انهيار سريع قد تبرز تداعيته الكبرى تباعا حيث يتسبب تفاكك المجموعة المعروفة باسم أوبك بلاس والتي تضم أوبك إضافة إلى منتجين مستقلين من بينهم روسيا بإنهاء تعاون استمر لما يزيد عن ثلاث سنوات لدعم سوق النفط ولتحقيق استقرار في الأسعار في الأوينة الأخيرة في ظل تهديد من الأثر الاقتصادي الراهن إذ أن السعودية تخطط لزيادة إنتاجها لما يزيد عن عشرة ملايين برميل يوميا في إبريل نيسان بعد انتهاء الاتفاق الحالي لكبح الإنتاج في نهاية مارس آذار وتسعى بحسب خبراء إلى معاقبة روسيا ثاني أكبر منتج للخام في العالم بسبب عدم دعمها لتخفضات الإنتاج المقترحة الأسبوع الماضي من جانب منظمة البلدان المصدرة للبترول ما يهدد بهبوط حاد أكبر في أسواق النفط العالمية وخسائر مستمرة في أسهم برصة الخليج